اطلع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي على جهود إدارة منفذ الوديع البري في سبيل تسهيل عملية دخوله وخروج المسافرين واشدد زبيدي خلال لقائه في العاصمة عدن مدير عام منفذ الوديع مطلق الصيعري على أهمية سناد حماية المنفذ إلى قوة أمنية مدربة تعمل على تأمينه وتنهي الاختلالات الأمنية ومن جهته عبر مطلق الصيعري عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبدلها زبيدي في سبيل تأمين المنافذ البرية والبحرية وتطويرها